سنوات من الأزمات الاقتصادية ومن تفاقم في الدين العام ومن انهيار للبنى التحتية بالإضافة إلى بطالة نهشت فئة الشباب وفقر نخر المجتمع والدولة في حالة من الضياع بين مترقة الأزمات السياسية وسندان الحاجات الاقتصادية الاجتماعية إلى أن أملا جديدا يولد بإقرار قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص بعد انتظار دام عشر سنوات هذا القانون بغاية الأهمية لأنه بحدد أطر القطاع الخاص كيف بد يكون يشارك الدولة بالاستثمار فيها نحن نعرف أنه قطاع الخاص بلبنان هو القطاع اللي بيحرك الاقتصاد ومتل ما بتعرفي كمانا أنه بالمصارف اللبنانية في عنا أموال كتير كبيرة وداية بتعدى المية وستين مليار دولار وفي مبالي كتير كبيرة برات القطاع المصارف لللبنانية عم نحكي بس لبنان كلهم جاهزين ليستثمروا باللبنان ولكن المستثمر بده أوانين تحميه وبده أوانين ترعى لا يحافظ على مصرياته بمجانا هيك هذا القانون كتير مهم وفي تطبيق الخطة الاقتصادية التي تنطلق من تحديد هوية لبنان ورؤيته الاقتصادية يرى وزير الاقتصاد رأى تخوري أن إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص يأتي في صلب هذه الخطة اليوم الاستثمار هو بالقطاع الخاص القطاع الخاص هو عصب الاقتصاد اللبناني ونحن بدنا يفوت شراكي مع الدولة لنقدر نبني الدولة ونبني لبنان ونبني البنى التحتية من خلال هذه الشراكية وللنهوض بالاقتصاد من الضروري خلق محفزات الاستثمار عبر إعفاءات ضريبية والحد من البيروكراتية والفساد وهي أولويات تعادل بأهميتها إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص